نروح موجز لأهم الأخبار معلمين شكرا لك شازلي التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة وإعدادهم وتأهلهم على جميع المستويات وفقا لأحدث برامج التدريب وخلال حضوره جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئة التابعة لوزارة النقل أشار الرئيس السيسي إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب أعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة وبذل أيضا أقصى جهد لأعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نقل تحقيق الرئيس السيسي إلى الأمير تميم بن حمد وتمنيته لدولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار من جانبه أكد أمير قطر على ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور مؤكدا حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال زيارته التضامنية لسوريا نقل وزير الخارجية سامح شكري للرئيس بشر الأسد رسالة من الرئيس السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين في مواجهة أثار الزلزال وفي تركيا تسلم وزير الخارجية سامح شكري ونظره التركي مولود جاويش أغلو بميناء مرسين التركي شحنة المساعدات المصرية السادسة المقدمة إلى تركيا لمواجهة تدعيات الزلزال وفي مؤتمر صحفي بميناء مرسين أشهد وزير الخارجية التركية بدور مصر وموقفها المساند لتركيا في كارثة الزلزال مؤكدا أن مصر بلد مهم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم أجمع قال الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي إن الوضع يزداد صعوبة حول مدينة بخموت وهي نقطة تركيز التقدم الروسي في شرق أوكرانيا وأضف زلنيسكي أن بلاده لا تستطيع الدفاع عن أجوائها إلا إذا تم حضر الطيران بالمنطقة مشيرا إلى أنه سيبحث بالك مع الدول الغربية أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تقدما على طريق تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريتشينيا تم إحرازه خلال اجتماع في بروكسل بين الرئيس الصربي أليكساندر واتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي وقال بوريل أن الجانبين وفق على مبدأ تطبيق قطة السلام التي اقترحها الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه لا يزال ضروريا إجراء مفاوضات جديدة حول تفاصيل هذا التطبيق طلب ريشي سوناك رئيس وزراء البريطانية مجلس العموم بالتصديق على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية وأوضح سوناك أمام مجلس العموم البريطانية أن الاتفاق بشأن أيرلندا الشمالية سيفتح فصلا جديدا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تصريحات سوناك جاءت بعد إبرامه اتفاقا جديدا بشأن قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين محاضرة تدريبية عن إنجازات الدولة المصرية خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني للنشئ بالأسكندرية بحضور ستمائة طفل من مختلف المحافظات وتناولت المحاضرة نقاش حول أبرز إنجازات الدولة في كل المحافظات وهو ما أكده تفاعل الأطفال مع المحاضرة حيث حرس الأطفال من كل محافظة على ذكر مثال لإنجازات تمت داخل محافظتهم وشهد المؤتمر الوطني للنشئ مشاركة أطفال مبادرة ابن أديبن التي أطلقتها التنصيقية لتعليم الأطفال الكتابة والجرافيك في الصفوف الأولى شكرا